استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جينين في الأثناء شيع فلسطينيون في مخيم بلاطة للاجئين شرق مدينة نابلس جثمان شهيد ثاني هو مهدي حشاش بعد إلقاء نظرة الوداعي عليه وارتقى الفتى البالغ من العمر 16 عاما جراء إصابته في منطقتين البطن والقدم أثناء تصدي مجموعة من سكان المخيم لقوات من جيش الاحتلال التي أمنت اقتحام مستوطنين وأعضاء في الكنيسة لقبر يوسف وردد المشاركون في التشييع هتافات تندلد بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وبحق نابلس وجينين على وجه التحديد ومنذ بداية هذا العام زفت مدينة نابلس منذ 30 شهيدا من بينهم الأطفال موسيقى موسيقى اعلن جمعية العاد الاستيطانية عزمها تنفيذ مشروع سياحي كبير لتغيير طبيعة حي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بعد تلقيها دعما جديدا يقدر بنحو 8 ملايين دولار من أجل تهويد المنطقة تحت ذريعة تطويرها سياحيا من بين ممارسات جمعية العاد الاستيطانية تهجير الفلسطينيين والسيطرة على أملاك الغائبين إلى جانب السعي الحثيث للاستحواذ على عقارات مقدسيين بأساليب متعددة أبرزها التسريب آلاف المشاريع الاستيطانية التي نفذتها العاد في مدينة القدس منذ نشأتها قبل أكثر من أربعة عقود تستعد الجمعية اليوم لتنفيذ آخرها تحت غطاء سياحي في حي واد الربابة أما الغاية الجوهرية من وراء هذه المشاريع فهي تهويد المنطقة وتغيير طابعها الفلسطينية ضمن مسلسل الاستيطاني ممنهج حسب ما يشكل فلسطينيين في عام 1967 لم يكن هناك أي مستوطن أو أي مستوطنة وكان عدد الفلسطينيين أكثر من 67 ألف فلسطيني في داخل الكدس ومحيط منطقة الكدس عام 2002 أصبح عدد الفلسطيني أكثر من 356 ألف فلسطيني وعدد المستعمرين والمستوطنين 257 ألف مستعمر في داخل الكدس وغدافها بعد بناء عدد من المستوطنات بعد عام 2002 حينما تم الإعلان عن خطة شارونون تسمى خطة الخطة الهجومية وأعلن عن بناء جدار الفاصل العنصري تم عزل 145 ألف فلسطيني خارج البلدة القديمة والامتداد للمناطق المقدسة تم تعزيز الاستيطان ليصبح عدد المستوطنين في حينها أو ما بعد عام بناء جدار الفاصل العنصري أكثر من 450 ألف مستوطنين الجمعية غير الحكومية التي تشرف على 70 بؤرة استيطانية في بلدة سلوان تعمل على تجنيد اللوبيات الصهيونية التي يصل عددها اليوم إلى 4000 جمعية في دول العالم من أجل كسب الدعم المالي الذي يصل سنويا لأربعة مليارات دولار في سبيل تحقيق مخططات استيطانية فضلا عن الدعم الذي تتلقاه من حكومة الاحتلال ومختلف المؤسسات الإسرائيلية العمل على المستوى الدولي من أجل تجنيد الأموال لدعم هذه الجمعية من خلال اللوبيات الصهيونية تعمل في مختلف دول العالم ومدها بالإمكانات المالية الكبيرة لممارسة كل أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية هو بمثابة الإعلان الرسمية عن المشروع الصهيوني الذي بدأ مطلع القرن الماضي وحتى الآن وتاريخ هذه الجمعية المتطرف والذي يرتكز على أساس عنصري فاشي يقوم على نفي وجود الشعب الفلسطيني فوق أرضه مخططات التهويد في حيواد الربابة وتغيير طبيعه الفلسطينية من خلال مشروع جمعية العاد الجديد يحمل مخاطرا كبيرة تتمثل في إقامة حدائق عامة ومشاريع زراعية وسياحية على حساب الفلسطينيين وسلب حقوقهم ومصادرة أرضهم ومنع الامتدال الجغرافي لهم في حي سلوان جنوب المسجد الأقصى والمناسق له الحي الذي يقتنه قرابة 59 ألف فلسطيني يقفون بكل صمود دون المحاولات الإسرائيلية المستمتة للسيطرة عليه من فلسطين المحتلة محمد حسين رؤيا أغلقت في عدد من الولايات الأمريكية مراكز الاقتراع في انتخابات منتصف الولاية الأمريكية التي ستحدد مصير الغالبية في الكونغرس الأمريكي وهامش المناورة للرئيس جو بايدن قلق يخيم على البيت الأبيض بعد تقدم النواب الجمهوريين بانتخابات منتصف الولاية الأمريكية والعين الراجفة متجهة صوب انتخابات الشيوخ التي تشهد منافسة شديدة الجمهوريون العائدون بقوة في حال تمكنهم من مقاعد الكونغرس سيكونون شوكة في حلق بايدن وإدارته التي فشلت بإدارة ملفات داخلية وخارجية عدة بحسب المنافسين ربما أبرزها الاقتصاد الفيدرالي والحرب الروسية الأوكرانية الصندوق التي أغلقت في مراكز الاقتراف عدد من الولايات بالانتخابات منتصف الولاية الأمريكية تمكن الجمهوريين من الفوز بسهولة فيها ما يؤشر على فوزهم في الشيوخ هذا الانقلاب لا يثير قلق أمريكيين فحسب إنما يثير مخاوف بعض الدول ربما على رأسها روسيا التي استغلت العجزة الأمريكي في حربها على أوكرانيا وربما الصين وبالطبع كوريا الشمالية التي زادت من وطيرة تجاربها الصاروخية وبينما يترقب الأمريكيون النتائج النهائية للانتخابات النصفية يخشى العالم من عودة ترامب الذي سيعود ليثأر من الديمقراطيين ومن يعتقد بأنهم أعداء للولايات المتحدة سوق الورقين في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ليست وجهة ثقافية فحسب إنما إنسانية حيث تتوفر فيها فرص عمل لذوي الإعاقة عبد المغيث لم تحل ظروفه الخاصة دون التمييز بعمله في سوق الورقين للكتب المستعملة السوق الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وبفضل هذه المؤسسة الأهلية تحولت الإعاقة إلى طاقة فأصبح عبد المغيث والعديد من أقرانه من دول إعاقة معظفين في المؤسسة يسعون للتمكن الاقتصادي بعدما كانوا يتلقون الرعاية منها الحمد لله بالأول أنا كنت حتى طلاب المدينة وتم تطويري على الدراسة وفي الأشياء التي أنا أقدر أني أطور فيها من خلال الدورات من خلال التعليم حتى تم توظيفي وبعد كلها الجهد والمجهود من خلال السعي خلال هذه السنوات والحمد لله وصلت للنجاح أني أكون مصور في المدينة وأشتغل في المدينة وهذا شرفه فخر إلي طبعا أهم هدف هو إيجاد الدعم وإيجاد مصدر دخل لدعم برامج الأشخاص من دول إعاقة هذا أول ثاني شيء دعم القراء بالكتب وحسب إمكانياتهم المادية بالأسعار التي هي متناولة للجميع ونشرة تدوير الثقافي بين الناس كذلك تدوير البيئي أما تنظيم الكتب وفرزها وفقا لفئات مضامينها المعرفية فذلك دور يتولاه المتطوعون بكل اقتدار عرفانا منهم بجميل المؤسسة المنظمة التي فتحت أبوابها لجميع أفراد المجتمع قبل ربع قرن في تعليم دوي الإعاقة وتوظيفهم والعمل على دمجهم في المجتمع نحن عملنا كمتطوعين اخترنا قيام بهذا العمل لأنه عمل ممتع وعمل جيد وبالمقابل هو عمل مفيد هدفنا هو تقديم المساند للموظفين في المدينة لإتمام العمل في الكتاب المستعمل ليصل بأفضل صورة ممكنة السوق الذي وفر كتبا يصعب العثور عليها خارجه من مخطوطات ندرة وكتب المعارف العامة بأسعار مناسبة للجميع يعد امتدادا للدور الثقافي والمعرفي والإنساني غير المنقطع الذي تؤديه المدينة تجاه دوي الإعاقة والمجتمع بشكل عام إن كنتم تقيمون في دولة الإمارات ورديكم كتب مستعملة فبوسعكم الذهاب بها إلى سوق الورقي هناك حيث لا تستبدلونها بأخرى جديدة من أجل إثراء مكتباتكم المنزلية فحسب بل تساهمون أيضا بتمكين دوي الإعاقة الذين يجدون في هذا السوق مناخا مناسبا لبدء وظائفهم هكذا تحققون عمليا ما يعرف بالثقافة التدورية رؤيا ربيعب حسان الشارع